السلام عليكم كديري أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة هي الكنافة بتجيز اللي كتجيبنين ووصفة شرقية كل شي رأي عارفها سنحتاجوا فيها عجينة الكنافة كتجيب هذا الكارتون علىها تشكل وكتجيب ربعة دولار 800 ريال تقريبا نص كيلو وربعمية وربعة وخمسين قرام تكون هكا تكون في الفريقو ونجبدوها قبل أن أجبتها لي قبل وحطيتها في التلاجة ونحتاجوا المتزارين على حسب شحان تمادي تدرو ديال الكنافة متزارين عندي صغيرة وبالنسبة للزبدة من الأحسن تستعملوا زبدة نوعية جيدة التي تستعملوا من مية وخمس وعشر جرام تل مية وخمسين جرام انتوما وشنو بغيتو بغيتو بغيتوها جيكم مية دماء هي لكتلات الزبدة ونحتاجون ريكوتا تشيز ونحتاجون ريكوتا تشيز طبيعة الحال على حسب القدر لا يوجد شيء قياس لي هو محتد نأخذ العجينة الكنافة نقطعها على هذا الشكل نقطعها على طريفة طريفة صغيرة لتساعد نف لتساعدها في المول ولبسوا لها الزبدة وكانت بزاف الوصفات كنافة جدية كنافة بالطريق انا اخذ الزبدة ندوبها ونحن نضيفها ونحاول ندخل الزبدة لكل هذه الكنافة نحن نضيف سفاة شعرية وحال شكلية السفاة نقوم بعملها لتشكلها لبنات حتى ساعدت كما كنت لكم استعملوا من الأحسن استعملوا زبدة من نوعية جيدة سوف هنا ندرت لها تقريبا ميتين جرام نيشان ديال الزبدة ممكن تديروا كينوحة السمنة اللي كيقولها مصريين السمنة ولا الشرقيين كتعطيها مضاق جد رائع أنا ما كنت استعمل جديك السمنة شوية كتجيني مجهدة شوية ولكن هي اللي كتجي في الكونافة الصراحة حيث فيها غير الدسم ما فيها شقا على الماء ولا البن ولا شيء نأخذ المول ديالنا اللي نكونوا دهنينه بالزبدة وممكن نديروا الطروفة ديال الزبدة فيه لها تشكل انا دهنتوا ديروا اي مول بغيتوا انتم ما كاري مربع اي مول بغيتوا متوفر عندكم نحط تقريب ماشي النص ديال الكمية كتر من نص شوية الكمية لقشل تحته ولا باز باش ميهبتلناش لفخماج ولا شيء نحاول نضغط عليه بأي حاجة عندكم كاس المهم حاولوا تضغطه على الكونافة لكي تشت بلاستها وطرسها إذا اضعنا فوقها الفروماج يجي متماسكة وبهذا الشكل البنات حتى نسعلي ومن بعد البنات نأخذ ريكوتا نخلطه مع ذاك الموزاريلا قريب فيديو جديد نشاركها معكم سوف نحاول ندير طبقة تانية ديال الفروماج ديالنا من فوق الطبقة الأولى ديال كونافة على هاتشكل ونحاول نوزها على المود ديالي كامل بهاتشكل نضغط عليها حتى كتساوعدنا كلها وكتعطينا طبقة متساوية ونحاول نتفتق الجوانب ديال المول ديالنا باش تكون خدمتنا ونقية ونحط الكمية المتبقية ديال الكونافة ونوزها كما كتشوفها على هاتشكل نحاول نغطي الفروماج ديالنا كامل باش ما يبلينش الفروماج ونحصل على كونافة هي المنظر ديالها وحيت نسقيوها بالسيرو ما يدخلش للسيرو الفروماج باش خصوه يبقى في الكونافة في عجينة الكونافة وهنا البنات كناخد واحد صينية ونحط عليها المول ديالي مع هات المول كيخرج شوية الزبدة باش ما يتوسخلناش الفرران وتلقي لنا الدخل ونضيرها في الفرران على درجة 360 فارنايت وهي 180 درجة حتى تحمر لنا بالنسبة لبنات بويت نشارك معاكم هاد الميني كونافة كي يجوزوينين بالنسبة للعراضة وعيد ميلاد مناسبات كناخد مول السيليكون كبكيكس ونضغط عليهم ونضغط عليهم ونضغط عليهم كي يجوزوين يجب أن يكون جيداً ومعجباً يجب أن نغطيه ويجب أن يكون سهلًا وحتى في الديمولاج يكون سهلًا بزر ونضخلهم نفس درجة الحرارة للفرار حتى يتحمرون لنا نريد أن يكون لدينا البنات للسيرو للقطر والشربات كما يقولون الشرقيين يجب أن نأخذ كيسان نفس العبار هنا يجب أن يكون سكار واحد ما عبر طبز لافادي أفضل جز لايف السكار ونضيف بشيئة حمض ونضيف القطرات ونضيف السكار ونضيف من المهار لها سكار ونضيف ونضيف القطرات ثانية سيرو هنا وضعنا السيرو المهار فضيع تقلية درجة السكار كما تشاهدها الى النشجة سنجد روابنا سنجعل السيرو قليلا على المسابعة سنجعل السيرو سنجعل السيرو خطة هنا سيرو قليلا لنصدق الكنافة في حلوية الشرقية سنجعل السيرو يبرد هنا الكنفة سخونة والسيرو بارد نسقيها بذلك السيرو حتى نعرفها تشربات كاملة بالنسبة للبنات اللي أول مرة يديروها ممكن تتمولي الكنفة عادة باش تسقيوها ديروها في طبق التقديم عادة باش تسقيوها وهاد الميني كونافة هي نفس الشي نسقيها بذلك السيرو حتى نعرفها تايا كلها تشربت لنا على هاد الشكل للبنات راك يجيو حلوين في المنظر ديالهم وكندوزو الكونافة ديالتنا الكبيرة كنحاول ندوز موس من جناب باش نتأكد قانحي تشك ما تلصق لناش الفروماجي لاخراج ولا شي حاجة ما تلصق لناش وكناخد طبق تقديم ديالي وكنقلبها انا عنديها تصينية قديمة ديالها ارتزانة عزيزة عليها بزاف بزاف مهم كنقلب الكنفة ديالي في طبق تقديم على هاد الشكل وما تخافوش اللي بناتلصق لكم غير دهنو في الزبدة الشوكي كتجي محمره وزوينا غير عطيوها الوقت في الطياب مزيان مزيان باش كتتحمر لكم وكتتجرمل لكم وهانتوما كتشوفوا هاد المينيكو ونافحتهما كيتديمولاوا بطريقة اللي هي سهلة بزاف وإلى درتوهما البنات في الكابكيكس ديال الحديد حاولوا تحيدوهم قبل ما تسقيوهم قبل ما تسقيوهم دوزو موس من جناب وديموليوهم عاد باش تسقيوهم صفي وهنا كنزين بالبستاش الفستق اللي هو يكون محمر ولكن ما ملحش وهنا عندي الورد البلديره السبقلية وريتلكم البنات مين كان شريه وريتلكم حتى الباكس دياله هنا البنات عندي شوية القشدة اللي مساوبها أنا في الدار ان شاء الله غدي نشاركها معاكم كنزين بيها هذا غير اختياري تزين كيرجع لكم ممكن تزينو باللوز ممكن تزينو بأي حاجة متوفرة عندكم قشدة في الدار ديروها وكندير وريدها بحال هكا وكندير وريدها بحال هكا وانتم ممكن تشوفوك يجيو صراحة زوينين ممكن تزينو حتى في كويغتات اللي هما صغير وريد وتقدموهم وهنا اخذت شي شوية ديال ذاك القشدة ديالي اللي موجدة كما قلت لكم اكا جيب نينة والديدة كنخلطها حتى شي شوية مع الريكوتا كنزيد فيها غيش شوية ديال كنوجدها حتى كنوجدها خليتها تبرد ونزيد فيها ريكوتا وكنزين على نفس الطريقة باش زينت الميني كونافة كونافة الصغار وتزين كيرجع لكم كيمكن لكم البنات هاد الكونافة كتجي صراحة بنينة بنينة بزاف وهي عندها بزاف ديال الطرق كين اللي كي ديرها بالقشدة كين واحد الجبن جبن عكاوي ديالهم كي ساوبوها بهم راه موجود كين جبن ديال الكونافة حتى هو راه موجود كيتباع جاهز غيكة تشديه وكتحطيه من فوق منها انا متوفرش عندي ذاك اللي جبن حتمح داياش العرب هنا هاد الحشو كي جي صراحة لديد بزاف وزوين وهي اللي كونافة ديالنا البنات توجدات ودابا ان شاء الله نقطعها معاكم باش نشوفوا كي كاتجي من الداخل موهي مراكات تكون مقرمشة فاش كنكونو كنقطعها هنا ما زال عندي سخوني لاخليتها بردات غي شوية كتجي متماسكة وكيبانو لكم الطبقات حيت بويت نقطعها نوريها لكم داكشي علاش قطعتها بالزربة خليوها تبرد لكم بحرارة المطبخ ما تخشيوها شفت اللاجة وعد تقطعوها وتقدموها ها هي البنات نتمنى الفيديو دياليومينا الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد اللي كونافة جيبنينا بزاف بالنسبة للبنات اللي في المغري براها موجودة لكونافة برا متوفرة كتيرا في الرباط في كازا حتى في كغفوق كي يجيبوها بعض المرات موهي مراها كتيرا بزاف نتمنى الفيديو دياليومينا الاعجاب ديالكم وشكرا على التابعة ديالكم ونتمنى ما نكونش تقلت عليكم وكترس عليكم في الهدرة وما تنساونيش سبسكرايب تو ماي تشانل ما تنساوش اللي لايك اللي عجبكم الفيديو خليد لكم الراحة وفيديو قادم ان شاء الله شكرا شكرا شكرا